النهاردة هجرب معاكم لعبة اي فوتبول 2023 لأول مرة بعد التحديث فالله لكن هيكون عندنا العجلة عندنا باكيش اسميلان انتر باكيش يوفينتوس نابولي روما باكيش كل الفرقة دي اي واحد هيطلع منهم اول باكيش ده اللي هنعمله وده اللي هنشوفه كل الفرقة دي هنشوفها النهاردة فهي دي القائمة بتاع اي فوتبول 2023 واضغط اكس لتبدأ خلينا نشوف على طول اللي هيحصل ميسي ارنلد برونو كوبو نيماء ملعب السن سيرو لسه متضاف وتعافده تاني مع الميلان لا برونو اخيرا عبدالوش ارنلد يا قدع فيكار تنازل للميخيل السلطان لوكاكوب ليفاندوسكي كاسيميرو الهامة سيروه بنلعب سيروه هياخدوا لعطات لميسي وهو بيشوت درابات الجزاء نفس الوقت نيمار كوبو ما عرفش وياخدين ارنلد ما بيشوتش اصلا درابات الجزاء لكن الميخيل بينط في نطة للميخيل لازم تكون ماجوا شنايدا شنايدا رايكون اسطورة اوكي اه استقلت كورة الزابية 2010 او استقلت راشح سيدورف عرضية البادري ولعبها كتير اوي مصدها او راس كتير اوي سيستيالوس ليفاندوسكي كاسياه ارنلد هيلعبها تقريبا لميسي ممكن باولو دي بالا اوكا نيمبار الله اوكا ميسي اوكا فوت بول عشرين لا كاب يحمل ستتاشر سبعتاشر تمانتاشر فعلا ميحمل كل واحد حالان يدغزر الله واي كل ما ينساش الاشتراك الناس كلها بتفرّج معظمها ولا بتشتركش مصر المغرب الجزائر تونس اوكي دي الصورة بتاع التحديث الجديد ليفاندوستي ساديوماني كيسيا كريستنسن هنشوف كل الطاقات الجديدة كل الانتقالات اللي حصلت هل هي الضافة هنشوف من الفريق اللي هيجلنا اول باكيج اللي هنفتحه اول فريق يكون باريس سان جيرمان على طوق اول واحد من باريس سان جيرمان اللي هو الريناتو سانشاز دينا برضه ابو اشرف حكيم كيم بامبي راموس بقى واحد وثمانين بس طاقته تتطور بس وشه زي ما هو اجدع من الزمان قوي ماركينوس برضه اربعة وثمانين بيتطور برضه وعندنا نمار الغدار في السلسة اللي بيتطور لثلاثة وعشرين لفل فهي تقريبا ممكن يوصل لخمسة وتسعين وليون الاندريس ميس اللي وشه تتطور اجدع والله ويش تتطور بقى ستة وتمانين وصعره دلوقتي كم؟ كان مليون وحاجة كان مليون ومية دلوقتي نزل لسبعمية واربعين الف واخر واحد الكليان بن حندان لسه شكله زي ما هو وبيتباع بمليون جي بي ده اعلى واحد في السعر عندهم فده كل باريس سان جيرمان هديله تمانية من عشرة للفريق اللذي بعده والصفقة الوحيدة اللي عملوها كان ريناتو سانجز فمهيش تفقات تانية نشوفها مين اللي بعده يوفينتوس جابوا لعيبة كتير اخيان نشوفهم هيرجع اليوفي بالشكل القديم بتاعه حتى اللبس باص لكن عملو الصفقة جديدة اللي هي بريمير بلو مقبع اوكي بلو مقبع رجع تسعة وسبعين بس بيتطور لتسعة وعشرين لفل كوزيتش برضو اللي جه اليوفي والان خلتت ماريا انت اقوى لاعب هنا وتقريبا اغلى واحد فاليوفي وحش جدا انا جدا وحش جدا في ايه فودو الالفين تاتة وعشرين فياخد خمسة من عشرة للأسف هيا بنا للازي بعده عايزين نادي مرخص وعمل صفقات مين هو هلوه الميلان ام الان تارد الميلان اليوفي مش مرخص لكن انتر ميلان مرخص بالصفقات الجديدة اول واحد اونانا الروميرو لوكاكو مش عارف شكله عامل كده ليه بس يا الله واغلى واحد موجود اللي هو المدافع بتاعهم سكرينيار اللي بيتطور لواحد وعشرين لفل فالانتر ميلان مش جامد او في اللعبة للاسف اجمد واحد لحد الوقت هو باريس فهدلهم ستة من عشرة للازي بعده اوكي اعملوش غير صفق اونانا يا جاد ما تفهمش ازاي الانتر لكن اللي بعده هيكون المرينج دي الريال ريال مادريد لسه محتفظين به فايخو ماريانو دياز سيفايوس باردو لسه موجود ريزولا رجع كامافينجا بيتطور لتنين واربعين لفل لوكاس فاسكز يتحول لزهير يمين خلاص بقى مركزه الاصلي زهير يمين زي ما انتم شايفين رودريجو فيرلند ماندي باردو بيتطور لثلاثة وثلاثين و الماركاسينسو اللي بحبه باردو اف يان هرابي يان هرابي يا جادع تشاو ميني الصفقة الجديدة عمره كان في اللعبة واحد وعشرين سنة بتمانين مليون والفالفيردي اللي اتطور لواحد وثمانين تصنيفه اي لانه جاب جول ايدير ملتاو توني كروس والصفقة جديدة ابو تمانية وعشرين سنة المجانية انتونيو رودجا والامير الكرواتي اللي اتطور بشكل رهيب مهيب الفينيسيو الجونر لثلاثة وثمانين وبيتطور لثلاثة وعشرين لبن دافيد الابة ثلاثة وثمانين لكن اخر واحد سعره اعلى من سعر ميسي لان لو جيتش تريته سبعمائة واربعين الف او يضاهي سعر ميسي فريال مدني الصراحة احسن من اليوفي احسن من الانتر هياخد كم؟ سبعة ونص من عشرة للازي بعد اوكي انا الصراحة عايز ليفربول عايز يشوف نونيز عايز برشونة يشوف ليفاندوسكي لكن مش هنخلص من ايطاليا سنشوف نابول على السريع في ثانية صراحة لا معرفش ايه صفقات نابول الجديدة لكن واضح جدا انه مرخص والفريد رخص رسميا لا ايه فوتبول 2023 وطأم نابول موجود هيا بنا للازي بعده خمسة من عشرة واربعة ونص اربعة ونص من عشرة هيا بنا للازي بعده هل هيجينا اول باكيج ونفتح اول باكيج فعلا يا جدا اخيان نشوف الباكيجات اللي موجود هي عندنا باكيج فريال اسبوع ده من فيا ريال صلابيا كينجس ليكو مان باستوني 94 برضو حل كفار يصري مين ده اللي محروف ان اللاعبة الفري الاسبوع ما بتتطورش نهاية عندنا الامير الكرواتي اللي 94 اللي هو جامدرت شو ما اللي اختاروه من ريال مادرين والانسو فاتي 94 كان المفروض ليفاندوسكي بس يجابه انسو فاتي والكليان بن حمدان اللي يسجل هاتريك 97 لحد الوقت بابي مش عندي حاجة جديدة في تفتيح الباكيجات اوكي زي ما هي بالضبط الحد دلوقتي لكن اسبانيا خمس نجوم يا مودريتش يا فيا ريال يا لوكا مودريتش يا لوكا مودريتش فيا الامير الكروة لوكيتو مودريشيتو ال 94 مباشرة يدخل اول تشكيل خلينا نشوف من اللي هيجي هلا هيجي باكيشتان انجرب يجينا كليان ام هيجينا ليفربول ونشوف بابي بابي فرمينو انترسون لووس دياز دييغو جوتة وكانتارا روبيرسون فابينيو و ترنت دلالكساندر ارنولد اللي تطور شكله اخيرا خلينا نشوف شكلة ريت هالكساندر اخيرا بقى الشعر انتو عموجود اخيرا كبر اليسون بيكر الفرج الفندايخ تقريبا اغلى مدافع في اللعبة ربعمية وتسئين الف وابو مكا ابو صلاح الثمانية وتمانين اللي سعره انا ارابي مليون ومية الف كاغلى لاعب بصراع فريق ليفربول في اللعبة يستهل تقييم عالي نفس باريس سنجرمان تمانية من عشرة خلينا نشوف مين اللي هيجي مانشي ستار سيتي خلينا نشوف هالند بقى الفارز انتقل للسيتي فيليبز نفس الكلام ابو جاك جريليتش الكاي ووكر فودن اللي تغير مركزه للس اس وكمان شكله تغير الكاي جوندوغان الهداف ابو رياض محرز برناندو سيلفا بقى ايه اللي بيه خلاص معتش ار بي بقى ظاهير شمال والنرويج العلام المدمر اللي لسه شكله زي ما هو ولكن بيتطور لخمسة وعشرين لفل وسعره ستمية واربعين الف الكي دي بي كيفن دي بروين اللي معه الكوبار في السعر سبعمية واربعين الف كسعر فمنشستر سيدي هياخده برضو تمانية ونص من عشرة ان اللعيبة عندهم اجمد بكتير للازي بعده اوكا روما موجود عشان نشوف بس باولو دي بالا مين اللي هي جايب اتليتي كومدريك اتليتي كومدريك عملوا الصفقة دي الوحيدة ويسلي من بروسيا دورتمون واللعيبة اللي احنا نعرافهم برضو اللي هما ساقول وكوكي وهرموسو وكوريا اللي هو الثاني كراسكو يورينتي طوان دي الجلزمان اللي حلقه هنا اوكا اقوى حارس في اللعبة ستة ونص من عشرة للازي بعد نحن نشوف هل بروسيا دورتمون هيجي هل بروسيا دورتمون هيجي هل في باكش هيجي هل الاس ميلان هيجي دافت قوريجي وطعم الاس ميلان الجديد جيرو مش حالف ليه بيحبوا اللعبة التقيلة والطويلة ولا بتعافش تجري السلطاني زلتان دي الابرة الهيب اجد واكيد العلامي رافا ايلي او سيو اغلى واحد حرفيا هو الحارس بتاعه مجنن بالتزامن مع سيو ارنانديز ياخده كم ستة ونص من عشرة برضه وفي نفس الوقت كمان عندنا حزمة للعيبة الاس ميلان عند نيكولاس باريلا لوكاكو لوتر مارتينيس واهم حاجة هي حزمة اليوهان كرويف في العلامي المدامر بيجيلك مع بس يوهان كرويف لكن لا يوجد نقود عندنا فرع كتير وباكيجات كتير ايجينا حالا الباكيج خان روح ليه باكيج نجوم الاسبوع اللي ان شاء الله هيروح فيه على فرنسا ايه فرنسا اه فرنسا انا رابية ايمين ده او كا انكيج اسلي كوما ان سفاتي يا بابي كوما انا البيني مانشستر هنايت التقريبا مانشستر اونايتد خانشوف التونيسي العالمي هنوارد تعال يلا برضو عندنا الشجرة إيلانجا جونس لسه عايش الراجل ده دالوت وانبيساك قد جديدا اللي طوله 178 ليساندرو مارتيز ماركوس راشفورد مارسيال اه معادي صالحة من الصالح ال هاري ماغوايا رابعة ساني مئة كيلو إيراكسين سانشو رافايل فاران دافيد ديهايا البرونو ميخيلد الفرنانديز واغلى واحد فيه منشستر اونايتد وهو كريستيانو التورنادو جوليادور بربعمية وتسعين وبيتطور لتسعتاشر ليبل بس ياخد للأسف سبعة من عشرة للازيبات ناروما عندنا توتن هام مش موجود برضو لكن عندنا باك لا الدور الانجليزي يا زاهر هو زاهر انا اعمل ايب زاهر حتى مش زاهر انا عربي مين ديها جادي اعرفوا يقولي اعرفوا يقولي واملا ان هم بيظهروا عليه ما عرفوش يهو لكن عندنا باكش تاني الباكش ده عالمي فيه كل الصفقات الجديدة اللي اتعاملت تقريبا مش كلها اعرفش ليه برشلونة دايما بييجي في الاخر لكن مين الفريق اللي هيجي بعده اللي هو باولو ديبالا اخيان شوفو عندنا ابن كلايفورد موجود ابنه ماتتش برضو من منشستر اونايتد الشعراوي المفروض ايطاليا دي تبقى مصر ونلدهم من باريس الى روما واقوى واحد هنا هو الباولو ديبالا من اليوفي الى روما بمية وتمانين الف لو انت عايز تشتريه خمسة ونص الباولو بروسيا طريبا مش موجود مش عارف حطه ليه لكن مين اللي بعده هيكون بروسيا دورتمون انت فعلا بروسيا دورتمون مش موجودين نهيا فاول فريق هياخد صفر من عشرة وهو البروسيا دورتمون بايرني مونيخ مزراوي جمال موسيالا جرافن هورت اللي ان شاء الله عرف انت اسمه الفونسو ديفيز اوباميكانو اللي كان عامل صفقة في اي فوتبول 22 اخو سيو اللي لسه طالعه لحالة 94 والصفقة الجديدة ماتياس ديليفت سانيه جنابري انا هرب ادعى شاعر انا هرب الزفت كيميخ والسنغال الغالي ساديو مانيلي تشتريه بربعمية وخمسين الف لواحد في بارني منشن ما زال وسيظل المانويل دين نوير ربعمية وتسعين الف بيعات الكريستيان سبعة ونص من عشرة الصراحة كي ممكن تفكروا الباكيجات خلصت لكنها ما زالت مين الفريق اللي هيجي هيكون الباكيج ام الارسنال الارسنال يعني محمد النن يعني سلابيا يعني الصفقة الجديدة زين شينكو يعني رامس ديلي اللي تطور لسبعة وسبعين بس يشكله وشكله حزين جابريال وجابريال وجابريال هل قطع جابريال واغلى واحد او اغلى اثنين مش هما دمت هو البوكايو الساكا هو اغلى واحد في الجانرز الارسنال فالصراحة هياخدهم ستة من عشرة مهمش احسع من اليو في الصراحة اوكي تبقى لنا ثلاثة باكيج برشلونة وتشيلسي هلا يجي برشلونة جاه برشلونة فعلا وفيه لعيبة كترا انا عايز اشوفها ازاي السامولامتيتي برايس وايد بارتو جاب العالمي الي اتطور شكله خلاصة جدا كريستنسن المنطق الجديدا ميرلان بيانيج انسو دلفاتي الي كان ممكن يجيلي الـ 94 حالا اراوخو فرانتوريس 79 كتير عالم رافينيا وبادرميان جيرارد بيكيل اللي بيتطور لـ 25 لفل والله كتير عليه بدريتو العالم غوثمان دمبليت 29 لفل بردو فرانكي سياه منفس دي باي خوردي البة سيرخ بوزكيس القائد هون دي الصفقة جديدة رينك ديونك اللي ما نعرفش هينتقل ولا لأ مارك أغلى واحد ويعادل أبو مكة بو صالح اللي هو اللي فاندوسكي بسعر مليون ومية يعادل أبو مكة مصالحة كده ديما نعم نص من عجل لعيبة كتيرة لعيبة جديدة شيلسي ولا البكش البكش ولا تشيلسي شيلسي هيكون معاه توتين هاما نشوفهم من الاتنين على السريع صفقة جديدة ريت شارليسون بيريزيتش وهاريكان بسعر ربعمية وخمسين والهيوم من سن بسعر ربعمية وخمسين توتين هام سبعة من عشرة اللي بحق كوكوريلا وابو راحيم ستيرلينج اللي مش عادل شكله بقى نطبق كده له وصفقة جديدة كولوبالي واقع واحد في تشيلسي هو اللي نقوله كانت لأنه هو أكتر واحد بيتطار وأغلى واحد فيهم تلتمائة ألفة تشيلسي ياخدهم سبعة ونص من عشرة هنروح للبكش القوائم الجديدة الاسطورة الزفت ده أو البر الزفت أو السكولز العلامي نقدر نشتريه عالا بالا فالا فقتلنا السكولز العلامي المدمر يدخل أبو التشكيلة بتاعتنا فيوه السادات والسادة راحبوا معنا بسكولز ورحبوا معنا باللوكا مودريتش ورحبوا معنا بالنجولو كانتي ورحبوا معنا بالروبيرتو كارلوس ورحبوا معنا بالكنافارو وكارلوس بيول وجواو كانسلو وليون الماسي ونيمار الغدار بن السلساء وطورنادو جوليادون رونالدو اهم واحد يوهان ديلي كرويف اللي اشتريه حالا بالا فالا ايوه السادات والسادة وخلينا نخليه يضرب الفريق راسمي قوتي 2626 قوة الخزم اعلى مني انها ربيات نيمور الغضاء انها ربيا ياه الله حكم ورا بايا فينا شكرا كي اخلينا نخلي بطريد شك واللي يجيب الوقت ايوه انا بتمزخر علي بطريد شك بطريد شك بطريد شك بطريد الشك لا يمكن ان اخذ الوقت لا يمكن ان اخذوا نحن انها مخذل فهتلاو فيديو حالا اضغطوا عليها بما اقول سلام عليكم و سلامة